أكد وزير الخارجي سيمح شكري ضرورة وقف إطلاق النار في قطع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلانكين شدد شكري على رفض أي عملية عسكرية في رفح جنوبي القطع همية الوصول إلى وقف إطلاق نار الإفراغ عن الرهائن والمحتجزين العمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوك سواء من حيث تعرض المدنيين للتدعيات الخاصة بالحرب وفقد أرواح هذا الخم من المدنيين حوالي 32 ألف منهم حوالي 20 ألف من النساء والأطفال المعوقات التي تحول دون زيادة المساعدات أهمية التناول القضايا الأوسع فيما يتعلق بالحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين والمقررات الشرعية الدولية ولكن بالتأكيد أن مواجهة الحالة الحالية من استمرار الحرب من المعاناة الإنسانية حالة التجويع التي تتم وأيضاً الوضع في رفح وضع في رفح الآن في حيث ضيق جداً يوجد حوالي مليون وربعمائة ألف فلسطيني تحت أوضاع معيشية صعبة من كل النواحي ولابد أن يتم معالجة أي تدعيات إضافية ضرورة عدم اتخاذ إسرائيل لأي عمليات عسكرية في هذه المنطقة المقتزة لما سوف يترتب على ذلك من مزيد من الأعداد من الضحايا المدنيين